موسيقى طيب الله أوقاتكم مشاهدين المحترمين في كل مكان حلقة جديدة من عراق الخير ضمن تغطية شبكة الميادين للانتخابات النيابية العراقية هي أول انتخابات النيابية العراقية بدوائر متعددة ووفق قانون جديد ومفوضية جديدة وتوقيت مبكر كذلك هي أول انتخابات النيابية تشهد عددا كبيرا من القوى والأحزاب الجديدة أحزاب ترى نفسها نتاج تظاهرات تشرين وأخرى شارك مؤسسها في هذه التظاهرات إضافة إلى تيارات وقوى خابرة المشهد الانتخابي ما الذي يمكن أن تقدمه القوى الجديدة هل هي تمتلك فعلا التأثير والحضور والقاعدة الجماهيرية كيف ستدخل معترك الانتخابات مع قوى لديها قاعدة وجمهور وتجربة سياسية وانتخابية هل تعول هذه القوى الجديدة على مشاركة الشباب أم على مشاركة المتظاهرين ثم أنها كيف ستحدث التغيير المنشود في انتخابات تشريعية ومن تظاهروا كانت مطالبهم تمثيذية خدمية بشكل أساسي الانتخابات المبكرة بين القوى التقليدية والجديدة عنوان حلقتها عراق الخير مع ضيفينا هنا في الستوديو زينب التوكمتي وهي عضو ومرشحة عن مشروع قادمون للتغيير وفلاح الجزائري وهو مرشح مستقل أهلا وسهلا بكم في سوديوهات الميادين في العاصمة العراقية بغداد أسأل فلاح الجزائري أنت كنت سابقا مرشح عن تيار حزبي اليوم مستقل ما السبب؟ أنا سابقا كنت مرشح في تحالف الفتح نعم واليوم القانون الانتخابات كانت أكو سطوة وحضور وحضوض أيضا للكتل الكبيرة أن يذهب الكثير إلى انتخابه اليوم يذهب إلى الأشخاص بالتالي القائمة الكبيرة سوف لن تنفع المرشح ما لم يكن هناك أداء سابق أو أثر قد تركه على الساحة الخدمية أو الساحة الاجتماعية أو عمل معين له بصمة في هذه المنطقة التي رشح فيها اليوم البرلمان والقانون الجديد والانفوضية الجديدة وأيضا الحكومة ذهب باتجاه قانون جديد وانتخابات مبكرة وأيضا لا بد أن يكون هناك تغيير ما دمنا قد غيرنا في الصفحة الأولى من التغيير الجماهيري والصوت الجماهيري الهادر الذي حاول تغيير اللي صار اللي صار أنه غيرنا بأصوات المتظاهرين بأصوات الشباب بأصوات أيضا الأرامل التي أعطت أزواجها والعوالي التي أعطت أبنائها شهداء على هذا النحر التظاهرات والحرية والتغيير هذه الصفحة الأولى جاءت فغيرت حكومة وغيرت قانون انتخابات وغيرت مفوضية فبالتالي علينا أن نستكمل هذا التغيير وهذا الحراك في الصفحة الثانية وهي الصفحة الذهاب إلى المجتمع أن لا يعيب الزمان ولا أن لا يلعن الظلام وعليه أن يذهب الآن لكي يكمل مرحلة التغيير في انتخاب من يجده أصلح وأسلم وأفضل في قضية إدارة الدولة في المرحلة المقبلة علينا أن نقرأ الساحة جيدا في السنوات السابقة كمجتمع عراقي وأن نذهب ليس للبرنامج المفعم بالكلام النظري علينا أن نذهب إلى الأشخاص الذين لديهم حضور ميداني وقوة في القرار وشجاعة في الأداء التظاهرات طلعت اعتراضا على الوضع القائم يعني السوء للخدمات وتكلس الأفكار والمتبنيات وبالتالي اضم حلال الحلول هذا اللي يخلي الناس تطلع طيب برنامجكم ما هو إذا أنت مرشح سابقا عن الفتح اليوم مرشح مستقل طبعا أنا يمكن يعرض جنابك الكثير من الأخوة المشاهدين ولم تترك لي الترحيب بجنابك الكريم وبمشاهدينك الأعزاء وبالضيف الكريم أيضا أهلا وسهلا بك لذلك أعتقد ليس من أخلاقنا وأنا سيد فلاح الجزاري محافظ بغداد السابق أن لا يكون لي حضورا في ترحيب بالمواطنين نعم المرحلة السابقة كانت تستدعي أن أكون ضمن كيان كبير ولكن في وجود الخدمي والوظيفي عملت بما أستطيع خلال فترة حمل امرأة سمعت أشهر أو ثمانة أشهر في أداء الوظيفي في محافظة بغداد أن أذهب للمناطق التي عجز الكثيرون سابقا أن يصلوا إليها خدميا طيب واليوم أعطاني هذا جرع من الانجيكشن المنشط حتى أذهب باتجاه أن يكون مستقلا وأرفع صوتي عاليا أن لا أتبع خيمة أحد وألا أكون تحد ضل أحد مستقل نعم مستقل ولا أبعث أن أتناغم مع المشروع الناضج الذي يخدم متبنياتي أنا كشخص وأيضا مطالب الشعب والجمهور في قضية أن لا نذهب وندور في فلك الرحى يجب علينا أن نغير نعم برنامجي كما تعرف أن اليوم الانتخابات والقانون الانتخابي قد ربط بين شيئين؟ بين الانتخابات البرلمانية وعضو البرلمان على مستوى السيادة والقرار الواحد والوطني وعلى المستوى أن يكون صوت صادح وناطق وشجاع في قضية الخدمات ولمناطق وأيضا المشاكل التي يعانون منها وهي جزء من معاناة الشعب العراقي بشكل كامل أعود لملف الخدمات قادمون للتغيير هو مشروع تيار مدني شنو هو بالضبط؟ مساء الخير لجنابكم الكريم والجميع مشاهديكم الكرام والضيفنا الكريم أهلا وسهلا فمشروع قادمون هو مشروع وليس كتلة وليس حزب مشروع نمث من حاجة المجتمع ظهر للساحة لحاجة المجتمع ليس متشابه بالآراء والأفكار والمنادات والبرامج السياسية السابقة بعد أربع دورات انتخابية وهذه الدورة الخامسة نمث من حاجة المجتمع دي تنفيذ حكم المرجعية تنفيذ لمتطلب المجتمع تنفيذ تيار مدني تيار مدني جمع وشمل جميع مناطق العراق جميع القوائم متواقف من الشمال للجنوب العراق طيب أنتو تمثلون متظاهرين أو أنتو استثمرتوا اللحظة اللي صارت بها التظاهرات أو أنتو شو المشروعكم بالتالي هو نمى من معاناة المجتمع هو نمى من متطلبات المجتمع وواحد من الناس هو رئيس الأمين العام لمشروع قادمون هو حسين الرماحي رجل شاب يمثل الشباب يمثل تطلعات الشباب يتمثل حاجات المجتمع ما هو التغيير المطلوب؟ شو تريدهم أن تغيرهم؟ تغيير المطلوب بتوفير الفرص أنا كممثلة عن الشباب بتوفير الفرص اللي عاملت طنين عن العمل النساء ورجال كيف؟ مثلا بتوفير قانون يخدم القطاع الخاص لأن توفير هذا الضمان التقاعدي للأشخاص اللي ينتمون للقطاع الخاص سيشجعهم على الإقبال عليه وأنه ليس يكون الإقبال على القطاع الحكومي لأن القطاع الحكومي بالتالي صار عليه إقبال من جميع شرائح المجتمع حتى الحرفيين اللي عنده حرفة بالتالي قام يتوجه إلى إلى الحكومة يعني لقطاع الحكومي بسبب الضمان التقاعدي يعني يحس بالأمان بيوم اللي حينتجه لهذا المكان راح يكون عنده ضمان تقاعدي يضمن حياته يضمن مستقبله يضمن الأبناء أنه عنده ضمان تقاعدي أنتو تقدرون تسوون هذا الشيء تحدثون هذا التغيير أكيد من إحنا بمشروعنا 150 شخص عموم العراق إحنا نمثل هذا المشروع فمن يكون إحنا صوت واحد ومن يكوني اللي يدعمني وإحنا الجزء لا يتجزل من المجتمع فأني بالتالي إذا أمثل الشباب وإذا أمثل المجتمع اللي أنا جيت مني فبالتالي من إحنا نكون صوت واحد أكيد راح نقدر نتغير ونقدر نثبت هاي القوانين شون التغيير إذا أنتوا لأول مرة تدخلون دخلتوا الانتخابات التغيير يبدأ بشخص ومجموعة أشخاص معه فأكيد يوصلون للتغيير من يشرعون قوانين وتتنفذ بشكل صحيح لأن إحنا اليوم من المتبنيات مشروع قادمون الانتخاب المزدوج أنت اليوم تنتخب نشارك المواطن في عملية الانتخاب كممثلي مجلس نواب وكممثلي إلى الجهة التنفيذية بالحكومة الانتخاب المزدوج بس بالقانون كيف هذا رح يتغيره بالقانون بتشرع قوانين تخدم المجتمع ما يحتاج أغلبية بمجلس النواب لأن تريدوا بداية فقط أغلبية وخاصة دوائر دوائر اللي يتمثل مناطق جغرافيا رح يكون هما صوتنا مو إحنا بس نكون صوتهم إحنا حنكون إيد وحدة من نتعاون بالجزء لا يتجزئ من المجتمع فأكيد رح نوصل صوتنا بشكل صحيح سيد فلاح عذرا سيد فلاح ما هي البصمة التي يمكن أن تعولوا عليها المتظاهرون خرجوا رفضوا طبعا البداية هي من سوء الخدمات والاعتراض ما هي البصمة التي يمكن أن تعولون عليها يمكن أن تقدموها يمكن أن تقنع الناخب العراقي طبعا الناخب العراقي بعد أربع دورات انتخابية يعني أعتقد أنه قاعدة انطلاق الفهم اللي صار عنده أعتقد ارتفعت بمقدار يستطيع أن يقرر قبل كان هناك انتخاب أما مؤدلج حزبي أو عشائري أو يعني بهذا العنوان اليوم موجود لو موجود المؤدلج يعني بمقدار طيب يعني ممكن لذلك أعتقد المظاهرات التي خرجت كانت سابقا تخرج مظاهرات حزبية مؤدلج اليوم المظاهرات عفوية نتيجة نتيجة مشاكل تكلست هذه المشاكل وتزايدت وقلت الحلول فخرج المواطن العراقي أغلب المتظاهرين هم من الشباب نحن اليوم عدنا أكثر من 23% أو أكثر هو من العوالي تحت خط الفقر وأكثر من 34% وأكثر من 34% من الشباب العاطلين ونحن سنويا نخرج أكثر من 120 ألف مواطن شاب عراقي عاطل مثقف عاطل مثقف عاطل مثقف هذه العائلة التي روت هذه الشجرة لكي تخرج ثمر ناضج وبعد 20 إلى 23 سنة مثلا يخرج هذا الشاب ويخلص البكالوريوس بتعب وجهد وبالتالي يقعد حال حال الآخرين في عائلته من السبب؟ تخطيط الدولة أنا أقول معظم سياسيين مع جل احترام وتقدير للفاهمين لإدارة الدولة منهم هم رجال أحزاب وليس رجال دولة يعني لا ضير إذا كان حزبيا ورزل دولة لا أحيانا رجل لا ضير خب لا ضير إن كان يفكر بإدارة الدولة إدارة حقيقية كي لا نذهب إلى منزلة أنت اليوم تلاحظ أنه زاوية الانحدار الخدمي الأداء السياسي بدت تتقلص تصغر وكلما صغر زاوية الانحدار زاد سرعة السقوط فبالتالي خلال هذه السنوات كلها صار عندنا صار عندنا انحدار إلى درجة ما أكوة وزارة اليوم أو جهة خدمية ممكن أن نطلق عليها أنه هي تعمل بخمسين بالمئة خمسين بالمئة ولا خمسين بالمئة ولا خمسين بالمئة لأنه اليوم هي عبارة عن فرشة وكومة حصص ممكن أن يأخذها هذه حصة الجهة الفلانية وهذه الجهة الفلانية وهذه الجهة الفلانية يعني قد يقال الحصص هي عبارة عن انتخابي يعني. أحسنت. ليش ما أجيب الشخص المهني. وليس الشخص الموالي. مشكلة إحنا الولاء فوق الخدمة. لا بأس أن تكون حصتك. بغض النظر تكون من هذا المكون أو هذه الجهة أو هذه القومية. ولكن آتي بأناس مهنيين. أريد أن أتحدث عن الموضوع أن هناك فوارق طبقية خلقت بين المواطنين والسحقاقات وقوانين ومشاريع. تحدثت عن سيدة الكريمة على أن قانون للتقاعد ما موجود. قانون للأسكريين ما موجود. تقاعد للأسكريين. غدا يخرج المتقاعدين مظاهرات لأنه المتقاعد بعد 30 سنة أو 40 سنة. بدأوا يقلصون المبالغة. لا إعانية ولا مساعدة. من المسؤول؟ أنت كنت مواقع تنفيذية. جيد. فرق بين الجانب التنفيذي والجانب التشريعي. من هو السيادي الذي يحفظ سيادة العراق والذي يشرع القوانين للسيادة ويكون أرقابي تشريعي. إذن البرلمان. علي أن يتابع نقاط الخلل. الفساد مثلا كان أشخاص. اليوم أصبح مؤسسة. من السبب؟ اليوم مؤسسة الفساد؟ نعم مؤسسة. مؤسسة واضحة. قبل كنا نسمع ببيع المناصب. اليوم لا نرى بيع المناصب. على سيرة بيع المناصب يوم أمس تحدثوا عن أرقام. أكو مقاعد أكو وزارات. ومعشر مليون دعوة. يشترون الأوراق ويشترون مثلا المناصب يشترون على داخل العراق. لا يروحون هم منعمين بالدول الأخرى وجلسات وكذا. هاي معلومة أو؟ هذا واضح أستاذ ترى لا يمكن أن تشجى بالشمس وبغربال. وهذا واضح. كثير من المناصب أستاذ على المستوى. على المستوى السياسي على المستوى الخدمي. وزارات مناصب وكلام. وقراء عامين وانت نازل. أستطيع أنه بيرجع حتى لمستوى مدير الشعب وكذا. لذلك أقول عندما تكون لدينا مجموعة من القيادات التي تعي حجم المسؤولية وأيضا تتفق على الخطورة. لا نغازل ولا نداهن على حساب سيادة العراق مثلا. أو على حساب الانحراف في العمل التنفيذي. أو الانحراف في العمل التشريعي. أنا أسألك سؤال ما هي عدد أيام البرلمان العراق الآن في الدوام؟ إذا نجي نحسبها متظاهرين وكارونة وما إلى ذلك والآن ماكو. ونتشريعات. طيب نرجع للسؤال. شنو البصمة اللي ممكن تعولنا عليها؟ البصمة اللي ممكن نعول عليها أنه أول مرة يعني نمنع الفارق الطبقي الذي يجب أن يكون القانون هو الخيمة على الجميع. ليش يكو فوارق طبقي في القانون؟ من أعطى الحصانة لهذا وأعطى الحصانة لذاك؟ وأن القانون يحاسب الفقير ولا يحاسب الذي لديه موضوع أو عنده من يدافع عنه. إذن يجب أن يكون القانون هو المظلة التي يحتمي تحتها الجميع. هذا الجانب الأول. ممكن أعقب. الجانب الثاني. نسمع التعقيب. فعلا هذا بسبب أن الأحزاب نمت لقومية أو لطائفية أو لشخصية أو لزعامات ما نمت أنه هي عقائدها الوطن. عقائدتها هي الشخصية التي تتبعها أو القومية والطائفية التي تحزبية. فئة تحزبية. فبالتالي لغت أنه لغت المواطنين وظلت فئة التحزبية وأنه يبقى بهاي الدائرة وبعد الانتخابات وفوزهم ينادون نفس المنادات ونفس المتطلبات ونفس الشعارات بعد الانتخابات يقسمون المناصب والمكاسب ببيناتهم. هذا الموضوع الذي يكون بعد الانتخابات. أغلبية الأحزاب. الأغلبية الأحزاب التي نمت هي ليس لضرورة المجتمع. هي لضرورة تقاسم المناصب والمكاسب ببيناتهم. طيب أنتم ممكن تحدثون تغيير كيف تتقدمون نفسكم متميزون نفسكم كقوة أو كتيار مختلف عن البقية. نحن اليوم نتميز أنه نحن الأغلبية الصامتة. الأغلبية الصامتة؟ نحن الأغلبية الصامتة التي ظهرت. لأننا نقدر يدافعون عن هذه الأحزاب. نقدر يشجعونهم. نقدر منتفعين منهم. 14%؟ 15%؟ 20%؟ هذا لا يمثل الشعب. هذا لا يمثل أغلبية العظمى. فهي تمثل. حتى وإن كانت الانتخابات 51% بالمشاركة هي غير مقبولة لأنه لا يمثل رأيي الأغلبية. فعندنا هنا مشكلة بالانتخابات الوطنية أنه يوجد انتخابات غير سليمة وليس انتخابات واضحة وصريحة. أصلاً يوجد أحباط. أكيد فيه أحباط. إنعدام فقه. إنعدام فقه؟ بس أكو أحباط. أكو أمل أن يشارك الناخب؟ ممكن. 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 يعني شقد بالحسابات؟ بسبب الأغلبية الصامتة وبسبب وعي وثقافة المجتمع حالياً والآراء والوضوحة قدامها كل السياسات وكل أفكارهم والأشياء اللي داي تتبعوه ما هي أصلاً مشتريها. يعني المشاريع اللي داي تحدثون عنها هم حتى الصورة اللي داي يعرضوها للمجتمع والشعب العراقي هو مشتريها مستوردها مو منتجها لأن الفكرة اليوم ما تطلع من قلب الشخص إلا لقلب المواطن تكون واضحة صريحة. الرؤية واضحة الرؤية واضحة لكن من عدم الثقة شلون أنا أريد أن أكمل بس ما أنه يعني قاطعتون اسمح لكم لا لا هي مداخلة 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 أولاً أنه خلال هذه السنوات أستاذ العزيز أسهب نحن سنوات في من رح تتطرون أنه تاخذون الإذن بالي 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 بالموفقية إن شاء الله الله يعزك كل هذه السنوات أستاذ العزيز ما قدرنا نخلق إنسان لذلك للأسف من وما قدرنا؟ يعني عندما نتحدث نقول ما قدرنا المتصدين إلى القرار السياسي وبناء الدولة ما قدرنا نخلق إنسان لذلك أن عدمت الثقة يعني الآن نحن محافظين على كرامة الإنسان العراقي مثلاً في عيشة في التعليم في التربية في الصحة في الصناعة والزراعة والاستثمار قانون الاستثمار أصلاً ضارد للاستثمار من نعدل نساعد يعني أنا كنت محافظة أجيب لك مثلاً نعم فضل حتى أبني مدرسة حتى أبني مدرسة وجنابك تتبرع لي بقطعة أرض لي شرحنا كيف نبني مدرسة؟ حتى تتبرع لجنابك تبرعت لي بقطعة أرض يعني رأونا النبع عربي حتى إنه إحنا نقدر نبني مدرسة وأنت المتبرع وبعدين ما يوافقون هاي الأرض المن وليش وكذا يا عم عندنا خلل المدارس ما عندنا من المفروض القانون يتعالى عن هاي الجزئيات يعني أنا لما أريد أبني مدرسة وعندي عجز وعندي أراضي أجي أقول والله هذه الأرض المن أولية شو لازم تكون جنسة كذا ولازم أجيب أعم خنبني المدرسة أطفالني يعني الصور اليوم أكو موضوع هناك أربع مدارس لا توافق وزارة التربية ولا المحافظة على تخصي اليوم في سبع قصور يوم أنا راجعة تحت الدوائر أربع مدارس راح يفرغونها من التلاميذ والطلاب وينقلونها إلى مدرسة كارفانية لأنه ما جاء أصير تخصيص لاستمرار إيجارهم السبب السبب أنه الدولة مدى تريد تأجر أو مدى تتخصص يعني لا تبني ولا تأجر وما عندك مدارس وين تروح هاي الأربع تالف طالب هاي بالعاصمة بغداد هاي السبع قصور وتعال ما يعني ما أشيسوا لفلك على المنطقة اللي أنا مرشع عليها الاحسينية البارحة أنا ليلا زرت مدرسة نعم المدرسة آلة للسقوط لا يمكن أن تكون مخزن تتساقط هذا الموضوع ممكن أن نعالج له ما ممكن طيب عندما تتوفر إرادة المعالجة ويتوفر القرار ويكون حسن نية موجود فعلا إنه مو هي محسوبة إلي وها ما محسوبة إلي حسن نية أكتبنا بالقواني كانت عندكم عفوا أكمو داخلة مثلا هات اللي تحدث عنها ضيف الكريم إنه لابد تتكفل بيها تشريع قوانين ضمن حقوق المواطن داخل بلده إنه يعيش متساوي الحقوق بالتوفير الدولة الحضارية الحديثة المواطنة هنا يستهدفون كلمة المواطنة إنه تشريع قوانين تربوي التعليم فهذا كله مهم رئيس الوزراء الحالي ورئيس الوزراء اللي قبله ورئيس الوزراء اللي قبله والأسبق بعد فيوم الثلاث إحنا ما يكون مدارس جديداً بنت بس مدارس أهلية وهذا ضمن كاه العبء على المواطن شكها العبء أكيد شكها العبء طيب الحكومة الاتحادية الحالية واللي سبقها والحكومات المحلية دائماً يدعون المستثمرين العرب والأجانب والمحليين والإدعاء أن هناك بيئة آمنة للاستثمار في العراق صحيح؟ أكو بيئة آمنة للاستثمار في العراق؟ لا لا يوجد بيئة آمنة للاستثمار في العراق بوجود المحاصصة وتوزيع المناصب وبسبب توزيع أنه الاحتياجات اللي وكل شخص أنه يريد يكون المسيطر فلا لا توجد بيئة آمنة أستاذ فلاح؟ نحن نعدل القانون للاستثمار أولاً لا نابد يعني تدري اللي يجيب مواد مستثمر ويجيب مواد طبية مواد أي كذا شوف شقد يأخذون عدة قمرق والسيطرات شو سووا به وكذا هذا الجانب الأول هل الجانب الآمن للاستثمار الجانب الأمني هل ممكن أن نأتي بمستثمرين وأنا الحقيقة تحدثت وجلست مع الكثيرين مستثمرين هل كيف تحالج؟ تحالج يجب أن تكون الدولة تتحمل يعني عندما يأتي المستثمر ليبني مستشفى أو مدرسة أو كذا فإنموذج ها يكون على الأقل يحمى أمنياً لاحظ أنت اللي صار على الشركة الصينية في جنوب بغداد شنو اللي صار؟ مهددة ورمت بالبيكيسيات وهو تفاصيل يعني عندما كنت قبل لا أكون بالمحافظة وأيضاً عناوين وأشخاص وتمنع وما إلى ذلك عندما يتوفر الأمن تتوفر الخدمات عندما يتوفر الاستقرار السياسي يتوفر الأمن وتتوفر يعني بغداد والمحافظات الوسط والجنوب آمنة نسبياً يماعتم تخصيص رح شوفها بالسماوة نص العشوائيات في بغداد هم من المحافظات الوسط والجنوب نحن فقط في بلدية الشعب فقط في بلدية الشعب عدنا أكثر من سبعين عشوائية وعشوائية ليس عشر بيوت وخمسة عش بيوت أنا أحياء أحياء شنو السبب اللي يخل سبع قصور وحي الإمام الرضى والبساتين كلها عشوائيات كبيرة هذا ملزمة دولة تقدم لخدمات أحد سأل كم واحد من أهل بغداد كلهم محافظات يريد يعيشون طيب الدولة عندما لا تخطط للإنسان ولا لا تضمن العيش والسكن مهذا بعدنا بالدستور حق التعبير والسكن والعيش وكذا محفوظ للمواطن العراقي هذا على الورق الآن حق العيش والكرامة محفوظة فعلا والعيش والراتب وكذا رعاية اجتماعية يعني ينخلوه نخل حتى يحصل 150 ألف تتصور وسط الحالة بينا أنه محاضرين خريجين تحضنين على أنفسهم يروح يحمل مجانا مجانا على أمل أن يتعين طيب سأسألك عن الضمانات وأسأل السيدة زينب التكمجي لكن فاصل مشاهدين المحترمين فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين المحترمين من استوديوهات قناة الميادين في العاصمة العراقية بغداد ضمن تغطية الميادين للانتخابات النيابية العراقية حلقتي عراق الخير مستمرة ضيفينا في الستوديو زينب التكمجي وهي عضوة مرشحة عن مشروع قادمون للتغيير وفلاح الجزائري مرشح مستقل ما هي الضمانات أستاذ فلاح لتنفيذ ما قلت أنه دستور كفلة حق الإنسان بالتعبير وحق الإنسان بالعيش بكرامة موجودة بالدستور أنت تقول مكتوبة بالورق ما هي الضمانات لإنفاذ هذا هذه المواد الدستورية يجب أنه تشرع قوانين يتساوى فيها العراقين بالحقوق والعجبات يعني الكثير قوانين ما بيها مساواة ما عدنا لا 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 ما قون القانون قانون الرعاية الاجتماعية أو القوانين النزاهة والإدعاء العام وكذا من المفعلها محاسبة الفاسدين والمقصرين والمشاريع المتلكة على مدى سنوات هذه 17 سنة مشاريع وهمية ما لها وجود أكثر من يعني أرقام فلكية بحيث يوصل 750 أو أكثر مشروع ما لا وجود ما لا وجود مشاريع مستشفيات متوقفة الآن شوف المحافظات مستشفى التركي هنا ومستشفى التركي هنا والألماني وكذا كلها متوقفة ليش؟ ليش؟ إذن الضمان ليش؟ لأنه ماكو اهتمام بها يجي قانون ستلاثمائة وسبعة واربعين بالالفين وربعة عشر أوقف كل المشاريع وأن كان واصل إلى تسعين بالمئة ليش؟ بسبب الأزمة المالية وحروبنا ودخلنا مع داعش جيد صارت أكو بحبوحة مالية جيدة يجينا نعالج هذا الموضوع يابعين المقاولين خليش تغلون هاي الشركات الأجنبية والمحلية ولكذا هاي مشاريع الآن نحن تدري في كورونا ما عندنا حلول كل حلولنا ترقيعية مستيشفى الكندي مستيشفى من المفروض نشيله كله ونعيده لأنه مستيشفى عمره الافتراض انتهي بالتالي نسوي مشاريع من الساندويتش وكذا حتى تحترك الضمانات شنو؟ إذن الضمانات يجب أن يكون هناك تغيير عن دوع المواطن لانتخاب من هو الأصلح فعلا للمرحلة المقبلة المواطن نرجع لنقطة الإحباط وعن اعدام الفقر لا 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 الإحباط الإحباط استادي العزيز بسبب قلة المشاريع الناوجة لخدمته فصار عنده فجوة كبرت بينه وبين السياسين الآن هذا القانون أعتقد فرصة إليه لأنه الآن عندما أنا أرشح في المنطقة الراجدية والحسينية الدوار المتعددة سيكون هناك ثلاث نواب لهذه المنطقة إذن التشريع السيادي وحماية القانون المحلي الناخب والمرشح سيكونان في مكان واحد النائب الذي سيفوز سيمثل هذه المنطقة إذن صوت سيرتفع في الخدمات في استحقاقات قانون الخدمة المدنية المعطل ليس الخدمة المدنية قانون مجلس الخدمة معطل الآن شاف النور هذا القانون الخدمة الاتحادي تتساوى فيه كل المواطنين وكل الخرجين وكل الدرجات الوظيفية ليش توصل الانتخابات هذا يقول عندي خمسين هذا يقول ثلاثمية هذا يقول ألف هذا يوزعون درجات درجات وظيفية حتى إيه حتى هو يرتفع مقادر خلي المواطنين جميعا على مجلس الخدمة الاتحادي بعيدا عن الناخب إذن هذا ضامن هذا أول قانون الرعالي اجتماعي اللي يحفظ كل المواطنين ما هي الآليات الضمانة عندما نتحدث عن الآليات معناها راح ندخل للجزئيات أنا خلينا أشرع القانون الأصلي اللي يحفظ للمواطن كرامته وعيشه السليم من خلال التعليم ومن خلال الراتب أيضا الآن إحنا مضامنين راتب متقاعد نضمن راتب عاطل هذه المشكلة بالبلد طيب الضمانات لإنفذ يعني تنفيذ قانوني لمواد الدستور شلون عندما يكون عندما يكون القانون فوق الجميع وعندما تتطي حق المواطن داخل بلده ويشعر بالرفاهية فيه وسبه للعيش الكريمة أي مواطن شلون ممكن ننفذ طريقة أنفاذ القانون من أنت تكون أنت صوتا من أنت تمثل بشكل صحيح ما أنت تمثل رغباتك أو أفكارك أو تطلعاتك أو طموحاتك أو طموحاتك الحزبية عندما يكون نفسك للوطن ولأك للوطن بالتالي راح تنعكس للشعب طيب الطموح الحزبي مو أذا شكل نجاح ممكن يشكل دافع للحزب هي لغة ضروريتها لأنها لازم تكون ضرورية للمجتمع تشابهها وتقاربها تعتقني للحزب التقليدية يعني صارت بمعزة عن المجتمع أكيد صارت بمعزة عن المجتمع وبنفس الوقت إحنا حتى نهمي أن الضمانات نعطيها ونمسها بشكل صحيح اليوم المرأة 49% وعدد الرجال 51% 50% يعني فنسبتهم متقاربة فأعطاء الحقوق بشكل متساوي وإحنا اليوم مو نطالب بس بالحقوق بشكل متساوي أو مساواء الموساواء موجودة من الزمان لكن تفعيل العدالة للمرأة تفعيل المرأة أنه هي قادرة على إدارة مصنح نحن جد عندنا اللجان اليوم بشكل قليل مو بشكل نسبة عدد النساء وعدد الرجال في المجتمع متقاربة يعني 50% 49% مو فد فرق شاسع يعني أسه أنا متأكد من النسب هاي دقةكها بال2020 كانت هاي النسب لأنه حصاء ماكو كده لكن المهم النسبة متقاربة هالحد أينما حتى حتى يعني طالبين أكثر من 25% الكوتة أكيد وبنفس الوقت احنا اليوم عدنا بالحزبية عدنا مرأة تقول حزب بس أنا لاحظت أنه دكتورة حنان الفتلى وهي رئيسة حركة إرادة احنا اليوم عدنا قادرة المرأة أنه تكون تكون رئيسة حزب تكون رئيسة معمة تكون وزيرة تكون قادرة على تبني المجتمع أنه إذن احنا بالمجتمع السياسيات قليلات اليوم كمرأة كدورها بالمجتمع حتى بنفس الوقت ثقافة حقوقها أنه شنو إلها وشنو اللي عليها بداخل بلد ما موجود كل هذا مكافل موجود بالدستور أو اللي كفى للقانون تعتقدين احنا لازم نفعله بشكل صحيح ونوضحه لها نوصل لصوت المرأة بشكل أكثر فعالية بالمجتمع طيب أستاذ فلاحة أنا بس عندي مداخلة بسيطة صلاح أنه أنت ردت الضمانات وتحدثت عن هل هناك فجوة أو انعدام ثقة أو كذا بين الأحزاب السياسية الموجودة والمواطن المواطن هو ناقم على كل الأداء ولكن عندما نأتي إلى الأحزاب الكبيرة الآن الموجودة هذه الأحزاب اليوم تجذرت صارعتها جمهور صارعتها مناصب صارعتها أموال صارعتها مشاريع يعني دول داعمة وأموال أيضا مصادرها مبهمة فبالتالي من الصعوبة اليوم مصادرها مبهمة من الداخل أو من الخارج لا من الخارج مرات واضحة أكو بعض أموال من الخارج أكو بعض أموال من الخارج أكيد طبعا أكيد هذه الأموال التي سوف تصرف وكذا ما معقول لك كلها من الداخل فقز من الحديث أنه هذه الكتل هي متربعة وموجودة على سدة الحكم على مدى 17 سنة فمو من الأنصاف مثلا أو مو من الأنصاف مو من الصحيح أنه نجن يوم بيوم وليلة ونقول كلهم راح يتغيرون لا نحن خلن نبدأ بالتغير ولو بمقدار رفع حجر لكي يكون عند المواطن العراقي إرادة أنه أكو صوت آخر قد انسلخ من عباءة الكبار المواطن العراقي اليوم يعرف أنه ودا ينتخب نائب مدا ينتخب وزير لا هو نعم هو ده ينتخب نائب ولكن أحيانا يصير عنده خلط أي يعني هو ده ينتخب مشرع مو منفذ فهذا النائب يجيب له محوله ويجيب له يبلطه شارع ويسوي له بوري هو هذا عمل نائب مو عمله ولكن أنت يعني أحيانا إلمان تروح وتراجع مو مثلك بالمجلس النيائي لازم أقول عندك من يمثلك طيب ما معقولة كل إحنا الآن نروح مثلا أن نوقف بمكان وزير المالية ببابة ونقول يا بابة زيدنا الدرجات الوظيفية أو أنه ليش ماكو العلاوات والترفيعات للمواطنين والموظفين صار أكثر من سنتين ليش تنطون العلاوة والترفيع من آخر كتاب مو من تاريخ الاستحقاق هذا ظلم هذا ظلم سادي أنه أنا أعطيك العلاوة والترفيع من تاريخ اصدار الكتاب مو من تاريخ استحقاقك أنا حترة استحقاقها بالسنتين أنا أصدره بالالفين وواحد وعيسين ونقول هذا استحقاقك هذا ظلم فمن هو يوصل هذا الصوت المظلومية من تفق بي من بيت الصوت لذلك عندما تحدثت أن جنابك على الضمانات بالدستور لليوم إحنا يوميا مشكل لجنة التعديلات الدستورية وتولد ميته أربعة شهر سبعة شهر من ضمن المظاهرات من ضمن المظاهرات كانت شكلت لجنة برلمانية التعديلات الدستورية وين هي؟ اليوم مثلا على مستوى الأداء التنفيذي أستاذ العزيز قانون واحد وعشرين للمحافظات نقلت إلينا للمحافظات أكثر من سبع وزارات وإحنا كمحافظات غير مستعدة أن تقبل مثلا في بغداد ست مديريات تربية مديرتين صحة ثلاث مديريات شباب ورياض يطلون حكومة المحلية هل هي مستعدة أن تستقبل هذا العدد الهائل من الموظفين ومن الأطباء تصور أنت محافظة بغداد بل كل المحافظات ما عدها درجة وظيفية مدير عام أصالة ضمن الهيكل الوظيفي السبب وتتعاطى مع مدراء عامين أصالة إجوهم والسبب هو هذا الهيكل الوظيفي العشوائي يعني ملاحظات على تفضلي بسبب إحنا إذا يقول أنه أموال من الخارج واللي هي أثبت دليل أنه إحنا اليوم يعاجون مشاكلهم عند دول الجوار أجندات خارجية تابعة الخارج تحل مشاكل داخل البلد خارج البلد يعني أقول لك البلد مو بالقوة اللي يتمكنها أنه ينهض يحتاجون ما هو ينهض من خلالهم ينهض من قيادتهم لزمام الأمور بشكل سليم وصحيح عندش ملاحظات على الدولات النيابية الأربعة لذلك أنت قررت هالمرأة تطلون أنه حتى تفعيل المرأة تفعيل المرأة أنه يكون بشكل مكسور أنه يطيها فالحقوق هيش بسيطة يقول لها أنت تقدرين تشتغلين بهذا المجال هو على بدها بعيد هو راح يكسرها أصلا أنه جقدر راح يوفر لها وجقدر راح تخسر مثلا من صحتها ومن مجهودها فلابد أنت اليوم توفر لها حياة وعيش كريمة بانتحادات نقابات تتابع حقوقها وعدم استغلالها يعني برنامجكم أنتوا كمشروع مركز أعطي مساحة لدور المرأة أكيد ممطي على دور المرأة بشكل كل جبير شو الممكن تقدرين تغيري أنت مثلا بحاجة المرأة العراقية بمجلس النواب إذا أبقت الأمور تنفيديا وفق مخاصصة أكون محامية إلها أكون مدافعة إلها والإحتياجاتها ومتطلباتها أني أمثلها أني أخليها فرصة إلها استحقاقات حال حال الرجل صح إحنا مجتمع ذكوري من حد الآن إحنا ده نسعة إحنا مون نقول ديمقراطي إلا إحنا لحد الآن ده نسعة لتحويل النظام إلى ديمقراطي يعني إحنا النظام مون ديمقراطي أو النظام العراق نسعة نسعة إحنا كنساء إنه مجتمع ذكوري النساء ما ألهم شنو ما ألهم الأولوية يعني هناك كوتا بالحكومات المحلية أكو كوتا بمجلس النواب أكو كوتا بالحكومة الاتحادية أكو كوتا بالدبلوماسين والسفراء في كل مكان 15% وبنفس الوقت هسا لو نشرع القوانين للمرأة إنه فتسلف تشغيلية على مدى بعيد إنه يتسدد لقصاتها وبنفس الوقت همي أنه تكون نسب تكون بسيطة يعني النسبة تسهيلات تكون بشكل بسيط يعني أنا أتوقع سيد زينب تتحدث عن جرأة المرأة في أن لا تكون تحت عباءة الكبار بحيث لا تستطيع أن تقرر هذا يعني مشكلتنا ليس فقط في المرأة حتى في الأقليات الأقليات الآن تحايلة الكتل الكبيرة أن ترشح وتدعم من الأقليات سواء كردفيلي سواء صابي سواء مسيحي سواء كذا وأن يدخل يدخل مرشح كأنه عظم الكوتة ولكنه مدعوم من الحزب الفلاني والكيان الفلاني وهذا الموضوع إضافة لها ذلك المرأة مثل ما تحدثت سيد زينب على أنه المرأة عليها أن تخلق لها طريق في تزاحم الكبار لا تنتظر هذا هو الرجل بين الكبار ماذا يواجه لا يعني أصلي المرأة الآن تحدثت عن دكتورة حنان وهذه الشخصيات الأراقية التي خلقت لها اسم بالأداء نعم سبع طعش نحن اليوم أصلا هذا القانون قسم على عدد المرأة بالعراق في كل الدوائر فلذلك أعطينا في بغداد سبع طعش دائرة على عدد النساء في بغداد تمام لولا هذا كوتل مرأة لذلك المرأة عندما تدور في فلك الكتل لا يمكن أن تجد لها مكان في التسميات العليا يعني ما نشوف مثلا النائب الأول أو النائب الثاني في البرلمان مرأة ما نشوف رئيسة لجنة من لجان البرلمان مرأة ما نشوف وزيرة أو وزيرتين أو ثلاث في الحكومة خلنا تكونوا الحكومة يأخذون 25% مرأة هذا الموضوع الذي تتحدث عنه أن المرأة يجب أن تأخذ استحقاقها ليس فقط استحقاقها على الورق أنه 25% من التشكيل البرلمانية ولكذا يجب أن تكون بس هاي حقيقة مو بس على الورق لا 25% موجودة بالبرلمان أنا أقول في كل لكي تكون المرأة فعلا في كل الدول الملاحظات شنو اللي سجلتها على الدورات اللي سجلتها أنه إحنا ضاعت من عندنا الكثير من القوانين والمشاريع وتوقفت بسبب الفهم السياسي الخاطئ يعني مثلا اليوم قانون النفط والغاز بسبب التجاذبات السياسية ما يقر خوفا على أنه السبب ممكن السبب مشكلة واضح يعني أعتقد أكو أتدري إحنا أكو عبوة موجودة بالدستور تقول أنه النفط والغاز للمحافظة التي يستخرج منها يعني الآن إذا وجدنا الغاز بالمنطقة الغربية سيكون من حصة كذا من حصة المنطقة أحسنت هذا قانون هذا موجود فقرة بالدستور وأيضا مثلا نفط الإقليم عندما وجدوا هذه الأنابيب وهذه الحقول وهذه العملية ستصبح حصة من حصة الإقليم لذلك عندما يشرع قانون النفط والغاز سيكون بهذا العنوان حصة سوم أو ما كذلك والاتحادية ستقلف بالتالي الفين والمزاج السياسي ليس مع هذا القانون تتحملها المجال السنيابية السابقة من 2006 طبعا ليس بس هذا قانون البنى التحتية بال2010 بال2010 تصور هذا القانون سيحسب للحج المالكي فقالوا لا 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 من ما الشيخ يحسب إلى فد هذا في قرار في وقتها كان القانون مقدم قريب بنهاية الدورة المالكي سوف يخرج ما معقولة مثلا راح يبقى وكذا ولكن هذا القانون يخدم بلد الآن إحنا ما عدنا مشروع مشروع التقاعد الموظفين اللي تحدثت عنه العاملين بالقطاع الخاص اليوم أريد أن نشرع لهم فقانون ضمان اجتماعي قانون يعيدهم جرح قوات الجيش والحشد والقوات الأمنية ماكو قارب نحميهم أراضي معتهم تصور أنت معظمهم يسكنون للأشوائيات فعلا هذا هم نطالب بتفعيل قانون الاستثمار والوزارة التخطط ووزارة الاسكان كم وزارة وزارة العمل وشؤون الاجتماعية منين يتحافون فيما بينهم هذان الوزارات أكيد راح يجدون حلول الوزارة أخرى ثاني نقطة إحنا اليوم إذا قضينا على البطالة وهو يعدنا مشاكل بالمجتمع متفشية بسبب البطالة منها الجرائم منها الطلاق منها العزوف عن الزواج منها بعد ما عنده مثلا روح حب الدراسة والاستطلاع أنه يقول أنا بالتالي من ده أتخرج أنا إنسان عاطل أنا إنسان عالع على المجتمع أنا إنسان ما مغدوري بشكل صحيح بالمجتمع يعني ما موظف دراسي اللي تعبت بها بشكل يخدم مجتمعي أو يخدم أبناء البلد اللي آند أنتمي إليه فبالتالي داي يتهمش وداي يهمش دورك فإحنا البطالة جدا مهمة إنقضينا عليها رح تنقضي هواية مشاكل تبعة لهذا الموضوع تعدكم قاعدة شعبية أو جمهور ممكن تعاولون عليه صاعدكم وتحدثون هذا التغيير هذا تغيير جذري تتحدثين عنه أكيد أكو جمهور هي الأغلبية الصامتة اللي ظهرت بالتشرينين اللي ظهروا واللي هم ونفسهم عدم هذا الوعي الثقافي اللي وصلنا إليه دور رح تعتقديهم يشاركون أكيد رح يشاركون بالانتخاب لأن هذا حق من حقوقهم لأنه إحنا ما راح أقول لك وأنه ما محاسب قانوني إذا ما راح أدل بصوته بس نفس الوقت هو مؤمن إنه هذا حق من حقوقه حتى يدلي بصوت ويكون إليه شخص يوصل إليه ويوجه لنداء بأي موضوع يخص المجتمع ويخص الجهة والمكان اللي ينتمي إليه فهذا الشخص حتى لي حقا توصل بينه وبين مجلس النيابة حتى يوصل صوته ويشرع لقوانين تخدمه أكو بعض المتظاهرين عزفوا عن المشاركة بالانتخابات علم أن كانت مطالبهم تغيير مفوضية تغيير قانون بسبب التحبط وبسبب ضيعان الأوراق هم نفس وطني نفس وطني ما أعدهم ما أعدهم نفس عقيدتهم مو عقيدتهم الوطن عقيدتهم همين صارت للانتماءات اللي انتموئلها سيد فلاح هل تعتقد أنه فعلا بالإمكان أو لديكم الثقة في إحداث تغيير منشود خصوصا أنه الطابقة التي تحركتها طبقات الشباب يعني نعم تدري الشباب بشكلون أكثر من 40% بالمجتمع العراقي بل 65% كمجتمع شبابي يعني أنا عند الدراسة تقول أكثر من 40% إلى 45% تمام يعني نحن علينا احتواء الشباب يعني الآن الشباب وصل إلى مرحلة من القنوط واليأس أحيانا تتزاهم عنده الأفكار يعني ينظر إلى مستقبل مستقبل مجهول يريد يكون عائلة يريد يعيش يعني كمواطن يسافر يعمل كذا هذا يعتقل من الضامن إليه الضامن إليه الوحيد هي هاي الممارسة الديمقراطية كل أربع سنوات طيب الآن علي أن يذهب للاختبار والاختيار لكي لا يعيب على الآخرين ما وقعوا فيه هذا الجانب الأول مسؤوليتها ويتحملها بأقل من نص دقيقة بقى يعني ممكن أنا أسرد لك بعض النقاط اللي اللي سجلتها حتى نجمل بيها إذا ممكن يعني الآن نحن ما عدنا فتحلول كدولة بيحتواء الشباب يعني شون نحتويهم ممكن أنه أنا أشجحهم على أن تقروض ميسرة وممكن أن يسوون مشاريع قصيرة أو طويلة أو متوسطة الأمد وأدعم المنتج المحلي وأحافظ عليه وأعظم القمارق والمنافذ بحيث أنه أعتمد المنتج المحلي الآن الآن أكو مشكلة كبيرة بالمجتمع العراقي وهو التهرب التعليمي نسبة الأممية كثيرة وهذه قنبلة موقوته الآن عندما تذهب إلى الممارسات الغير مجتمعية والتي ليست متأصلة بالمجتمع العراق تجد سببها هذا الفقر حل أزمة السكن فشل الوزارات الاتحادية بإكمال مشاريعها ننعان اليوم مشاريع الموية سبب وزارة البلديات وزارة الصناعة وزارة الكهرباء هذه المشاريع كلها التخطيط الحضري وتسوية العشوائيات أيضا مهمة الدولة برنامج تنفيذي ندعو المفقيل الجميع لمن يحملون واليوم أتمنى التوفيق لمتخبنا الوطني إن شاء الله بالفوز فلاح الجزائري مرشح مستقل زينب التوكمتشي مرشح عن مشروع قادمون لأتغيير شكرا جزيلا لكم الشكر موصول لكم مشاهدين المحترمين هذا ما يسمح به وقت البرنامج على أمل لقاء بكم اشتركوا في القناة